اخترع نتانياهو وبلينكين مقترح جديد لصفقة تبادل الأسرة كببوه بوجه حركة حماس وعم يحملوها وحدة مسئولية مصير الصفقة شو صار بآخر كم ساعة؟ بعد لقاء ثلاث ساعات بين نتانياهو وبلينكين بتال قبيب صار فيه مقترح جديد أو مقترح سد الفجوات ووفأ علي نتانياهو هالمقترح المحدث بينصف كلياً كل المقترح الأمريكي الأساسي يلي تقدم فيه بايدن بأيار وبيلبي شروط نتانياهو واحد كل المقترح بيحكي عن المرحلة الأولى من الصفقة يلي مفروض يكون فيها وقف إطلاق نار بين 6 أسابيع وأربعين يوم من دون الإشارة لإلزمية المراحل الليحة أو الوقف الدايم للعدوان اتنين ما فيه انسحاب عسكري إسرائيلي من محور نتسريم وصار فيه بند جديد لتفتيش إسرائيل الفلسطينيين العابرين بين جنوب القطاع وشماله تلاتة ما فيه تسليم لمعبر رفح ولا انسحاب إسرائيلي من محور فلادلفيا إنما إعادة تموضه عسكري فيه بس أربعة تأكيد حق إسرائيل بإبعاد أسرى فلسطينيين عن الأراضي الفلسطينية ورفع عددهم لمية وخمسين مع فيته على إطلاق صراح أكتر من مئة أسير تانين خمسة رابط كل أعمال الإغاثة بغزة بموافقة كل أطراف الاتفاق يعني ما بتفوت حبة رز بلا موافقة الاحتلال سبق وفقة حماس على مقترح 2 تموز وإبلت إنه تتنفذ مطالبة بالتدرج من الوقف الدايم للعدوين للانسحاب العسكري الكامل من القطاع بس المقترح المحدث ما بيلبي حتى هيدا الشي ولا بيذكره هذا يعني أن المسألة هي مجرد تقضية للوقت وإعطاء الإسرائيلي غطاءا إضافيا لاستمرار الإبادة الجماعية فرض نتنياهو الشروط على بايدن يلي عم يحاول يفرضه على الوسطة العرب يلي بده يحاول يفرضوه على حركة حماس المقترح المحدث بيسد الفجوات يلي بده إياها نتنياهو بس كأنهم عمل لا ينرفض لتتحمل حركة حماس مسؤولية رفضه ومسؤولية استمرار الإبادة